أكثر من عقد ونصف والعملية السياسية في العراق تسير باتجاه مستقبل مجهول فالأزمات تحاصر العراقين في جميع الاتجاهات فهي المنظومة الأمنية الضخمة تنهي كاهل ميزانية الدولة لكنها لم تستطع توفير الأمن وموارد اقتصادية كبيرة على رأسها النفط لكن مستويات الفقر في ازدياد المستمر مما يؤشر إلى أن مضي الحكومات المتعاقبة في العراق على هذا النهج سيؤدي إلى عواقب وخيمة الفساد المستشري في مفاصل الدولة لم يعد خافيا على كل ذي عينين بل إن هناك من المشاركين في العملية السياسية بدأ بفضحها وبيان حجم استهانتها بالعراقيين النائب عن محافظة النجف فأق الشيخ علي تحدث باستهجان عن الفساد الحكومي والطبقة السياسية التي تعبث بمقدرات الشعب خلي اسمعني الشعب العراقي خلي اسمعني ذول السياسيين اشقى السفلة ذول اللي حكمون البلد والحكومات كم هم سفلة وحداء أحمد حسن البكر أطهر من عدهم اسمع الدليل أحمد حسن البكر بالسبعينات وزع قطع أراضي في كل مدينة عراقية على المعلمين على رجال الدين تخيل على رجال الدين يعني يوجد أحياء في محافظات النجف وكربلة هي أحياء باسم الدين على الفئات الموظفيين على كل أهل المهن ستمائة متر مربع ما فد يوم وتوقف الإسكان وتوزيع قطع الأراضي المجانية ينتبه متوزيع قطع الأراضي مقابل أموال أخذ أنا من الناس لا المجانية ما هذا يوم وتوقف في العهود الغابرة والسابقة وعهود البعث وعهود الدكتاتورية وعهود الظلم لأن كانت الدولة والحكومة تفكر باسكان شعبها إلا ذولة اللي إجوا لأنهم من الشوارع لمتهم أمريكا من الشوارع المرجعية الدينية في النجف التي كانت قد دعمت الكتلة الطائفية الانتخابية هي اليوم مسؤولة عن تفشي الفساد فضلا عن أنها تمتلك المليارات ومن خلال ممثلها أحمد الصافي الذي دعا العراقيين إلى الرضا بالفقر الناس فقراء في الدنيا لا يهم في إشارة إلى عدم مطالبة الشعب بحقوقه المشروعة والسكوت على جرائم المفسدين العراقيون بكل مكوناتهم أصبحوا يعون ما وصل إليه بلدهم من التراجع في كافة المستويات المحلية والدولية من تفشي الفساد وتردل الخدمات في عموم البلاد برلمان يأخذ رواتب وعيش عيشة الملوك ويأكلون أكل الملوك وهذا الشعب كاتل الجوع دولة وين يوصل بها بعد يعني خلوا العالم عالم تاكل وعالم ما تاكل والله عالم تتريق ما تتغدى تتعشى ما تتغدى من وراء حسال فهي ما لنفلوس يعني شغلهم عمل ماكو يقع حصلة 16 يوم و20 يوم يعني يا هل يطبون من الدولة قفاص النائب فائق الشيخ علي لم يكن أول منهاجم قوة العملية السياسية الفاسدة حيث سبقه إلى ذلك العديد من أركان هذه العملية مثل أياد علاوي بل وحتى نور المالكي الذي اعترف أن شركاء العملية السياسية فشلوا في العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة